أهلا بكم في نهاية شهر تموز يوليو الماضي أرسل حزب الله برسالة من جرود عرسال عبر مقاوم يرفع لافتة موجهة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفخاي أدرعي وقد كتب عليها نحن نتدرب بجبهة النصرى تمهيدا لاقتحام الجليل بعد الانتشار الواسع لتهديد حزب الله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجد أدرعي نفسه مضطرا إلى الرد لكن رده جاء باهتا واقتصر على تغريدة نصية عبر حسابه على تويتر ثم بدأ حزب الله المعركة ضد داعش من الجانب السوري تحت شعار وإن عدتم عدنا وهو شعار لطالما استخدمته المقاومة ضد إسرائيل في صراعها الطويل معها فانتظر أدرعي حتى بدأ الجيش الإسرائيلي مناورة نوردغان الفيلقية ليرد عبر حملة إن تجرأتم فاجأناكم محاولا تقليد المقاوم الذي رفع اللفتة الأولى في جرود عرسان وشملت الحملة الدعائية الإسرائيلية نشر عدة تصاميم من وحي الشعار مع إظهار عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية البرية وأيضا الجوية إلا أن الإعلام الحربي في حزب الله سرعان ما رد على الحملة الإسرائيلية عبر إطلاق حملة افكرتم أبدناكم باللغتين العربية والعبرية التي تعتمد على صور من حرب تموز يوليو 2006 تظهر الخسائر الإسرائيلية وإنجازات المقاومة